قام بالأساس على أكبر صرقة في التاريخ عندما حط شذاذ الآفاق منهم على هذه الشاكلة في أرض كل ما فيها يلعنهم ويلعن أفعالهم فليس هو بالأمر الغريب حجم هذا الفساد الأخلاقي لجيش تل أبيب الذي استباح كل شيء في غزة ونهب أملاكا ومقتنيات شخصية ومقتنزات المتاحف وأغراضا عامة والكثير الكثير من مآسي ما زالت تخبئها في سرها غزة الجريحة التي تتناوب أحياؤها وأزقتها على عداد الموت والمجازر ذات صناعة الإسرائيلية الحصرية شهادات تروى على خجل وأخرى دفنت مع أصحابها للحظات كان آخر ما فيها مشاهد رعب لم تمهلهم ماكينة الموت الإسرائيلية لحظة من حياة لإخبارنا بها ولكن آثارها تكشف عن المشهد الأخير من عذاباتهم قبل الموت بعض الشهادات والشهود تصدمق أقوالهم عندما يتحدثون عن نوع غريب من الصرقة بات ملازما لصورة إسرائيل في حاضرها الفاشي وماضيها المجرم صرقة لحم البشر أو أعضاء الشهداء هذا ما كشفته طواقم الإسعاف والإنقاذ التي شاركت في انتشال الجثامين من المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس والتي ضمت نحو ثلاثمائة وتسعين جثمانا وزعت بين ثلاث مقابر دفن بعضهم أحياء وأخرون جردوا من ملابسهم وعذبوا قبل الدفن نحو مائة وخمسة وستين من جثامين الشهداء كانت ضحية لهذه الصرقة حيث أفادت الطواقم الطبية بوجود بعض الجثامين مربوطة الأيدي ومفتوحة البطن ومخيطة بطريقة تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح ما أثار الشبهات بصرقة أعضائهم فيما وجدت جثامين أعدمت وصفيت ميدانيا عليها علامات لإصابات لأعيرة نارية في الرؤوس وفي فيلم عن صرقة الأعضاء عام 2009 اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي هودا هيس بصرقة أعضاء الشهداء وتحديدا القرنيات والجلد وصممات القلب والعظام في موثقة الباحثة الإنثروبولوجية مائرة فيس في كتابها بعنوان على جثثهم أكدت أنها شاهدت في معهد أبو كبير للطب الشرعي كيف يأخذون أعضاء من أجساد الفلسطينيين وفي المقابل تترك جثث جنودهم سليمة إذن كثيرة هي الشهادات حول هذه الأفعال التي جعلت من لحم الفلسطيني سبيلا للتجارة إذ تعد إسرائيل أحد أكبر أسواق الاتجار في الأعضاء البشرية في العالم ففي عام 2009 ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض على مستوطن إسرائيلي يدعى ليفيز حاك ريزنباوم واتضح أنه سمصار لبيع الأعضاء في الولايات المتحدة لمصلحة خلية يديرها حخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في إسرائيل نهر الجمهور تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر